جاء في صحف اليوم البداية بجريدة الشباك الرياضية التي عنوى الصفحة الرئيسية بالبيك شاو السيتي يتطلع لوقف انتصارات تشيلسي وكتبت الشباك في قمة المرحلة الخامسة من البرمير ليجل سيتي يتطلع لوقف سلسلة انتصارات المتصدر تشيلسي هنا سيكون عشاق الكرة الإجليزية اليوم وبداية من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائري على موعد مع مبارات مثيرة بين الأزرق السماوي وأرز وأزرق مورينيو في مبارات مثيرة ينزل فيها المتصدر تشيلسي ضيفا على السيتي بملعب الاتحاد وكان فريق عينه على النقاط الثلاث أين يريد السيتي صاحب المركز الخامس خطف ثلاث نقاط يضيفها لنقاطها السبع التي جمعها فيما يأمل البلوز في مواصلة سلسلة انتصاراته ومواصلة ريادة البريمير ليج وفي الشباك أيضا وفي عنوان بويول يقول إهنستا هو اللاعب الإسباني الأكثر موهب في التاريخ عين اعتبر قلب دفاع البرس السابق والمنتخب الإسباني كارلوس بويول أن نجم خط الدفاع خط وسط المتادور وفريق برشلون أندريينيستا هو اللاعب الإسباني الأكثر موهب في تاريخ الكرة الإسبانية على الإطلاق بلو تليت شخصية عدو باطمان عين يواصل الدولية لطالي خارجاته الغريبة وهذه المرة نشر نجم نيفربول الجديد صورة له على موقع تواصل اجتماعي انستجرام الخاص بصورة له وهو يرتدي شخصية بين هذه الشخصية المعروف عنها أنها عدو باطمان ضمن فيلم سطوع فارس الضلام أين علق عليها العديد من رواد النات وأيضا الصحافة العالمية التي كتبت أين كتبت صحيفة ديليمير البريطانية أن بلو تلي يخطط لكي يكون بين أمام ويستهام ولعنة عليهم لكن بلو تلي حدث له العكس ذلك وخسر مع فريق ليفربول بثلاثية لهدف وحيد أمس السبت وتحصل أيضا على بطاقة نصف في زيادة الكمبيتسيون التي عانوا من المنفسات الرئيسية الكاف شيف لاجيسكا أين فصلت الكمبيتسيون في العقوبات التي فرضتها الكاف على فريق شبيبة القبال بحرمانها من لعب المنفسات الإفريقية لمدة موسمين كاملين وصفة تلك العقوبات بالقاسية في حق الكناري معتبارة أن النادي القبال تلقى ضربة ثانية مجعة ستنهيه فبعد عقوبات الرابط المعترفة ها هي عقوبات جديدة تحل على الشبيبة وهذه المرة من اللجنة تأديبية للكاف فتقضي بحرمان الفريق من المشاركة الإفريقية لمدة موسمين على خلفية حدثة مقتل الكاميروني ألبر إبوسي شكلت حدثة رمية الحكم المساعدة مونير بيطام لقميسه قبل بداية مباراة أهل